السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في سلسلة سيتي سكايلين وصلنا والله درب مشوار طويل ترى واخر مرة حطينا المطار هذا طبعا الحين المطار ما في تزيين ما في شي ما في وقفات مجرد ان حطينا مطار لانه كان على اخر وقت الحلقة المطار طلع شغال اكثر من ما انا تخيلت بمراحل يعني بس ما اقدر اسوي لتاكسي ستب ولكن سويت المطارين موصلين في بعض وهالمطار ابني شغال بعد شوفوا شغال مطارين شغالين الحين في مطار واحد انا ابا اسويه هني هذا ابا يبتعدون الناس بعيد انا ماكن ثاني اللي هو موصول بهذا الجسر بيكون وهدفه الاساسي الشحن مطار 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 شحن يعني باختصال يعني مطار شحن مطار الشحن بيكون هني عندنا المطار الثاني اللي فيه قطار مش المطار العادي هذا مطار الكارجو مطار الكارجو لازم انا ما حطيت شارع يعني انا حطيت هايوي ولا شو هي حطيت هايوي المطار هذا راح يكون مطار شحن متمركز أساسي جدا في عملياتنا البترولية والصناعية لأن المطارات عندي والشحن والقطارات أثبتت فعالية مش طبيعية بس الحاصل فيهم أن هنا أنا أبوصل في جسر في مجموعة أسباب ليش أنا أبوصل في جسر وهذا الجسر راح يحصل أبوغريد بسبب المطار هذا يعني أنا شفت المكان هذا والصراحة السيتة يستاهل أبوغريد إلى نصف المدينة بالطريقة هذي وهذا الجسر يستاهل رفع درجة شوفوا الشارع هذا كل حصل ترقية سببت منه المطار هذا واحد من السباب أنه راح يخدمنا الحركة الصناعية في المنطقة بتكون عن طريق المطار هذا شوفوا حين كشارع هو موصول بس كشارع ثاني بعده لازم يوصل اللي هو هذا الشارع الرئيسي موالهم بالطريقة هاي بنوصل في المطار بنوصل السيدة طبعا نحن ما عنا أي مشكلة فلوس فقاعدين نصرف على شوارع لين أندم نزين الجسر الأول الجسر الأول ولا السكة الأولى حق القطار راح أتيب الناس من هنا لين هذه النقطة اللي في الأمام شوفوا لهذا الجسر وهذا الجسر راح ييب الناس من وين لوين من هنا لين هذه النقطة قدر الأمكان بعيدة عن النقطة الأساسية ولا النقطة لحظة بالطريقة هاي راح عن سويها بالطريقة هاي شوفوا فهذا المطار مع هذا الماء اللي هو يحتاجه السالفة اللي أنا واجهها كل سبوع بما إنه مطار تجاري راح أسمح لنفسي وحطي عنده دكاكين الدكاكين بيكونوا على جرف بس مو عندي مشكلة بحطي عند المطار هذا دكاكين والحركة راح تكون عن مطار عن طريق الشارع وعن طريق القطار وعن طريق الجو يعني بثلاث أساليب شحن نحن حطينا مطار ومفروض مفروض نظريا على حسب اللي شفتها في اللعبة الحين مفروض يكون شي جبار المشكلة الوحيدة اللي نحن راح نسبب في زيادة الزحمة بسكك الخطارات هذي السبب الأساسي ولا المشكلة الأساسية اللي راح نواجهها مع عادة ذلك مفروض هالمطار إذا اشتغل يبدع نفس هالمطار يعني آخر فيديوين نحن قضيناهن مطارات أخرهم وآخر فيديو كان مطار وبدايته وفيديو بعد بدايته مطار الجامعة شأخبارها كل شوية متش blood OOOO 4700 طالب خلاص بين الناس بي الناس دام ان الموضوع بالطريقة هاي راح ييوني الناس ان شاء الله راح ييوني الناس وإذا وصل 1800 بيستانس وبيستاهل اني ازيد عليه بس الجامعة راح يشتغل عليها دام انه 穿 تعلم الناس ومبخى حسرانه انا مستانسi اصلا اذا زادت تم تزيد بالطريقة هاي أنا راح أكسب وايد راح تم دخل فلوس 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 وراح يضعف أجرسا راح يغطي تكلفته والمدارس نفس ما كان في مرحلة من المراحل الحين عندنا هذا المطار المهم اللي يعتبر هذا مطار مهم لأنا شوفه الصراحة مش يعطلنا حقه ولا يعطلنا شي بس في نفس الوقت أقول مطار دولي يعني ما بحطي في شي ما بسوي في شي بس علي حركة هو قوية وبنسويها فبالتالي هذا راح يسمح لنا نبدأ في مشروعنا الحلو إلا ألا وهو الجزيرة هذه الجزيرة هاي راح ينحط عليها أغلى شي سويناه في المكان كله أول شي راح نسوي له جسر بسيط داخلي من هنا لين هنا هذا أول شي راح يستوي في المكان الجسر هذا راح يسمح للمنطقة يمكن أغير هالجسر للحين مش امية في الامية أنا يعني قياسات الجسر يالس أحطيها فبالي بس أحس أنه للحين فكرة ناجحة الجسر بالطريقة هاي بما أنه ما راح يعيق حركة السفن بما أنه محتاجين حركة داخلية من السياحة لأن هذا منيومنت منيومنت هدفه الأساسي هذا على كلامهم الناس القريبة والبعيدة بتسافر عشان تشوف السماء لأن هذا مستعد سماء على أساس أن يوديهم مساحات كبيرة فهذا الهدف الأساس خلنا نوصل ماي على طول عساس أن ما يكون عندنا مشكلة ماي عندنا مشكلة مجاري ما عندنا مشكلة مجاري من زين بس خلنا نوصل ماي في المنطقة من زين هذا مشروع شوي يبالى التفكير يعني أول شي بحط المجاري الله يعزكم طبعا ويعز السامعين والمتابعين راح أحطيها المجاري أنا هني ومن المكان هذا هني بحطي مثلا وايد ستو عندي زحم هني لازم أركب المكان من أول ويديد هذا لأنه مكان شكله مش حلو أبدا أو أني أشل هذا الشارع وقعد أصفهم جنب بعد اللي هو بيب هذا أول شي بحركة بيب هنا وبعدين أقدر يب الباقي هنا الثلاثة أربع الباقيات المهم خلي هذا الحين بنفس الطريقة ما عندنا مشكلة الحين ببدأ أحطي شي بمليون ونص شوفون هالفلوس هاي راح تختفي وإذا حطيته صعب أني أحرك من مكانه لأننا أتكلم عن مليون ونص تعرفون شو يعني مليون ونص مليون ونص وايد طرح وايد فلوس وايد فلوس وتكلفته الأسبوعية ستعشر ألف لكن هل راح يبلي سياح هذا السؤال ونحط وقعد أفكر في مكانه فبنشوف شي يسوي هذا الهذا 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 بمليون ونص اللي اللي تول حين نشف فلوسي ونزل مدخولي ونزل كل شي إذا ما يا بناس راح يسوي لي مشاكل من الآخر من الآخر بسوي له مينة صغير بروحه أوكي مينة مش مينة رصيف رصيف بحري أوكي وبنشل هالسوالف من هنا ورصيف البحري هذا بننزله لازم يكون شبه مثالي أوكي بناخذ هالزاوية وهذه الزاوية وبننزلهم تحت الين يقريب يغرقون أوكي بس كفاية بنساوي الارضية اللي هني نصغر الفرشاة من زين يوم تدفعون مليون ونص على مدى طويل تتجمع ترى تعور صراحة هذا رصيف صغير وبنشل الارضية هني عسى الرصيف يكون يبين انه عميك وهو عميك فعلا يعني نزيل بالطريقة هذي شوية ما يميذر شوية ما يميذر وبنحطي خارب سياحي من الدرجة الاولى يعني شوفوا هذا الخارب مفروض يخدم كل المناطق توصل لهاي المنطقة كل المناطق ما في منطقة مفروض انها ما توصل طبعا هالمكان الخطة الحالية انه بيكون له خلونا وسع الشارع نستعمل هذا التول والنيب هذا بالطريقة هذي شارع تجاه واحد ما بزح ما هني ابدا ابدا الزحمة تدخل وتطلع ولا كان حد يعرف السالفة وبالنيب شارع من هنا وبالنيب شارع بالطريقة هاي يرجع مرة ثانية الى الاحراء الشارع الاساسي خلوه شوي يدور ايوه يرجعهم الى هني يخليهم مشتاقين يوصلون يعني دافع مليون ونص صنع الحين اتوه على شو بس اذا زاد السياحة عندي معناه انا بفوز بويت مش شوية بكثير بفوز فلوس مفروض نسبيا هل هل راح يدخل فلوس اه موضوع ثاني لان الاحين اهدعش واحد يو يشوفونا فخر من زين خلنا انحطي ماي حق السفن ونبدأ حركة البحرية على طول ما بتاخر بالحركة البحرية حركة حركة ايها الاحمر اوكي انا اسف ممكن تركب اوف زعل مني والله بنوصل بالطريقة هاي يعني ابا تاكسي يطلع من هني يوصل هني يرجع هني ابا تاكسي يطلع من هني يوصل هذا المينة هذا المينة ثم هذا المينة ثم يرجع دايركت اهني بعدين احطي شارع يديد ايب السياح دايركت من هني يوصل هم اهني اوكي على طول هاست وقت عندي حركة سياحية على طول بدون تفاهم شوف كيف زاد عدد الناس كيف زاد الديماند عندي اه besoin هني اوه اللعبة شفرت هني ما ما تعرف الي peng testament مكن زين وابا احطي على طول مطار هوكفة 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 ماهة لازم هوكفة الله هلكت don rate عند الباب ولا لا بحطي الهليكوبتر من الداخل هنا بوصل الطريقة هاي الهليكوبتر هنا وهذا بوصله وين نص المدينة يمشي لين يوصل هذا المكان وبيستوي عندي نقطة هليكوبتر من هني هني شوي لازم اقرب لحظة لانها كريت نيولاين لين هني ويرجع هني لا 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 تعقل لا تعقل المواضيع بسوي هليكوبتر يوصل هني يوقف هذه النقطة ويرجع هني الحين لازم نسوي خط جوي يديد النص خط الجوي بيكون اختصار لباقي الخطوط لازم يدي دايركت هني فهذا الخط اليديد كريت نيولاين يوصل هني ويرجع دايركت هني يعني المواصلات مفروض تشتغل على هذا ما توقف لانه الحين المليون ونص ترى يعورون والله صدق الحين عند هني البيوت بدت تبني وسبهو ترى اشوف الطلب زاد مرة واحدة على الدكاكين على كل شي على المحلات بدأ يزيد من زين الحين بسوي شارع داخلي بالنسبة للمكان هذا والشارع انا ما بابا بالطريقة هيا لا ما بابا تجاه واحد لانه مفروض كل شي ثاني يشتغل بالاعتماد على هذا الحين اللي هني كل شي هنا مفروض يشتغل معتمدا على هذا الوحش لان هذا الوحش على اساس انه شي قوي مكتوب في وصفة يجذب الناس من داخل وخارج المدينة ونحن اللي سويناه ووفرناه لكل سبل الراحة وعفكر تشوف ميتين شخص صوي يعني مش سيء مش سيء ابدا الميتين شخص اللي بيونها هي له فيهم مجرم وفيهم وفيهم فيهم صح لازم احطي وراه على طول مطافي ما بايح ترق النصب هذا واحطي وراه على طول عيادة حق حالات الطواري اوكي الطريقة هاي واحطي وراه على طول مركز الشرطة من الناس اللي يتسوي جرائم ولا تسرق شي من هنا صح? اوكي خلصنا الجزئية هذي الجزئية هاي من خلصها نبدأ الزحمة اللي هنا والله يسوي زحمة اه? امية واربعة انا ما شفت امية واربعة في المكان كم واحد هنين? خمسة وستين في ناس تيب السيارة بوو مائتين واحد واربعين زا يرينا بنحطي مش فيشنك هاشو فيشنك فلوتن كافي اوكي بنحطي هني كافي حلو وبنحطي مطعم مش فيشنك لا ولا هذا وين المطعم مطعم وين منحطي جنبه مطعم النانس لازم التي تستانس شوفوا بنسوي هني مطعم شخبار الخدمات توصل لهم كلهم توصل لهم كلهم خدمات محطوطة حقهم شوفوا بنسوي مطعم الهذا راح يشتغل هذا موضوع ثاني وين آخر شي في ناس بتشتغل هني شوفوا الناس اللي بتشتغل هني لازم في حد يشتغل هني مابل وظايف تتبهدل سبت الهني للمكان يوقف سبت اي وظيفة بنحطي شوية بيوت هني هاي ناس بطرانة حس بتكون لحظة خلا شوفوا شو في قيمة الارض مولع 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 بنحطي كم بيت صغير هني ها اكثر موظفين محظوظين في العالم يدامون عند مكان الناس تتمنى شوفه وبعد فتر يستمر لانين من الموضوع لما يكون شغلة يكون شي ممل بنحطي هني الجماعة الطيبائية اللي بيسكنون هني هاي البس حدهم وبنحطي هني عند هذي دكاكين هني ودكاكين هني ودكاكين هني ودكاكين هني لان تصوري اذا المكان زحمه بيكون المكان مولع ناب صح او لا شوفوا الحركة اللي استوتي هني الصراحة حركة مش هينة انا اتوف بالثلاثمية يون ولا الحين ما وصلنا للمترو الحين بنحطي مترو بعد وبحطي وراهم على طول شوف مترو مترو على امل مترو ما بيدخل فلوس العالم مترو شغلته يصرف فلوس انزين ابا نسوي مترو في احدى الاماكن مهم انه يركب يعني حاليا نزين مترو اهني المترو هذا بيركب في هال مترو ومن هذا الاتجاه بيروح المترو هذا المترو بما معناه بيستوي عندي خط من هنا لين هنا وراح يرجع وراح يستوي عندي خط مهني لي لهذا الخط وراح شو يرجع والباقي راح يون عن طريق وصلات برايهم ممزين ما عندنا مشكلة لان الحين كمية الموصلات اللي فالجزيرة بالنسبة لحجمها ضخم اتمنى ان هذا ما يكون خسارة فلوس ان انا ما خسرت كم مليون على الفاضي واتمنى انه يدخل اللي له لان اذا ناسيت اقدر احطي لها تور ولا لفة عليه في ويد ناس نزيل في نفس لفة هذا على الحين بنبدأ شوية نوعا ما لعبان اما يعتبر مكان سياحي ابدا بنحطي مكان سياحي هني بنوقف الباصة هني عند السياحة بننزل الناس هني بننزل الناس عند المل باستغل كل السياحة على حسابه بنستغله هني بنستغل السياحة هني وبنرجع هني شوفوا هذا المليون يعني شي قوي يعني وبنسوي سياحة عندنا من هالماكن لنا ما عنا ما عنا خيوط السياحة هني فعلية هني ورد وقف هني ورد وقف عند الاوبرا وارجع سكر الخط اوكي وبنسوي خط السياحة داخلي بتشوفون شوي اعتماد على خطوط السياحية هني وبنركب هني وبننزل الباص هني اذا حدي ينزل هني اوكي وبنسوي هني سكرناهم بس هوا عندنا لفات سياحية في المدينة الحين السياح لازم يزيدون بس هذا 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 الوحش نصب التذكاري هذا الناس تحب ان هتي في ان شاء الله يشتغل لان هذا لو ما اشتغل انا حاط وايد فلوس عليه الصراحة شو اللي مرة واحدة ادخلي فلوس وايد خلنا نشوف صناعة السياحة ما حاطينها هني اساسا شوفوا مالي كم ميتين وخمسة وثمانين الف والفايدة مالي كم بس الصناعة من تبدأ تصدير اوكي ترى من تبدأ حركة سكانية في اي مكان يستوي الوضع فللي ترى شوفوا والله بحطيناه من متى هذا بمليون ونصف ابقى احطي وراي شي يعني حلو زين يقربوش هني كان يباني نحطي شو بس عشان المكان يبدأ يكون سياحي بنحطي الفيوجين باور بلانت مالم زين لازم احطي شو مام مودرن ارت ميزيوم اللي هو مام مودرن ارت ميزيوم اللي هو هذا وما في مكان مثالي اكثر من هذا اني احطي فيه شو متحف فبالتالي خلني ازيد من الكفاءة للمكان نفسه بشكل عام بما انه عنده كل انواع المواصلات واحطي فيه الخطة العجيبة هاي ولا المتحف المتحف هو ربع خلني نحطي هني احمر عسان الممشى يبين لحظة يا جماعة هذا ما بينفع الطريقة هاي لازم انزل شوي بنزل بسوي شوي احسن بنزل هذا الشارع شوية بنزل هذا شوي بنزل هذا شوي بنزل هذا شوي بنرفع بنرفع سوري برفع الشارع من هني وهني عساس المكان يكون شوي مستقر نفسيا واشوف كم يتعدل ايوه المكان هني يتعدل وايد هون انزل هذا الشارع بعد تحت وانزل هذا الشارع وانزل المترو نفسه تحت وبالتالي كم عدد الناس اللي دشوا المترو اليوم مية ثمانية وسبعين اوكي وكم عدد الناس اللي استعملوا هاي من ثمانين حلو وكم عدد الناس اللي استعملوا هذا ثنين وسبعين معناه كان لازم اركز على نوع واحد بس ما عليه نوع واحد بينا الحين بحطي ممشي هني بطريقة تكون حلوة يعني ان الناس تمشي تقدر تمشي للنصب هذا بحطي لهم ممشي من هني لين هني بالطريقة هذي بس الحين لان هذا بالطريقة هاي خلوني اعدل الممشي شوي اوكي وحطي ممشي من وراء بعد خل الناس اللي التي عن طريق المواصلات تمشي فاذا مشت راح نزيد المكان اللي تجمع يجمع فيه الناس يعني الحين هذا المكان يمع الناس نحنا وظيفتنا نستغل هذا الشي لان اذا استغليناها احنا بنستفيد شوفوا بنستغل المكانين وبنستغل اه شوي خلوني بس اسوي هذا ماي احلتك شكله اوكي واذا استغلينا المكان عدل بيطلع فيه محلات بيطلع فيه دنيا بيطلع فيه هذا وبالتالي بحطي شوي دكاكين لا هذا بشله بحطي دكاكين على الجنب هني بحطي دكاكين هني دكاكين هني ودكاكين هني والطريقة هاي شبه المكان زحمته يعني ما سويت له وايد بحرجو ولا وايد شغلات بس احس انه بيشتغل في المكان هذا بيشتغل نقدر نحطي هني بيوت اقل كم دكان اللي يبع عماله شوفها اكثر بيوت مستنسة في الدنيا وكلها حطي تحته شغلات منخفضة على اساس انه يبين هذا مرتفع لانه هذا فعلية مش مرتفع فيها براج من ارتفاع هني ترى وما يعتبر مكان سياحي الغريب انه ما سوله اشارة على انه مكان سياحي انه هذا الشي اللي مستغرب منه لانه هذا مفروض يكون اكثر شي سياحي عندي لكن مش شي سياحي للأسف يعني بس ما اعرف بس على اساس انه نيب الناس ورفع رفع مطالب كل شي عندي يعني كل شي ارتفع عندي حتى الطلاب يمكن الجامعة يمكن ارتفع عددهم عندي شوفوا طلاب الجامعة يمكن ارتفع عددها شوفوا هي طلاب الجامعة 1700 وشوي طلاب vais لا يمكن طلاب مبارك لسمي يا مبارك لني lei يمكن ان ارتفع وتكبر 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 وتكبر. ايه مو عندهم موظفين. نت اناف ادوكيت ووركر. هاي رقوية. وكل هالمدارس اللي انا احطيها شو اخبارها? شوفوا ها? هانا مدارس كلها شو? هل انا اعطيهم شوية سعادة هاي الجماعة اللي هنا. وهالمدارس هاي كلها شو? ها? متروسة البقعة مدارس. متروسة البقعة متروسة مدارس. جامعة ها? جامعة ما حيدخل هات شلسة تاراف تسعمية شخص. مفروض ان يزيدون الصراحة الاكثر. الطلب. على الصرف اللي صار فينا على الجامعة. مفروض يون اكثر. بس. بس المكان. المكان. مكان طيب. يعني احس المكان كتصميم حلو. بس يبالي اعدل الهنين الارضية. هو الشيء بسيط هذي يعني. خلنا نرفع البرش سايز. الطريقة هاي. نعدل شوي المكان. يشتوية احسن. يبين انه مقصود السكن شوي. بالطريقة هاي افضل. افضل ويد. عندنا هالمكان حلو. ياسي يب ناس. جذب لنا عدد سكان يديد. اه بما دري اذا انا استغليت عدل ولا معرف. ولكن خلونا نرفع سرعة الشارع هذا. لنبطيء وايد. وهني بعد ما نبقى الشوارع وهني بعد ما نبقى نبني شيء. بس هو جسر هايوي رسمي يعني. شوفوه قام يسيرون يردون اسرع للمكان. المكان محتاجي شيء نفسي الصراحة. مكان نفس هذا محتاج شيء نفسي. هذا اول شيء كبير نبني. وراه هذا الحين نقدر قبل لانهي الفيديو هذا شوي. بس ان ابقى احطي وراه الشو. اللي هو فيوجين باورو بلانت. الفيوجين باورو بلانت ابا تشوف شو يعطينا. بعد يبا شيء ثاني. هذا يبقى ايش اسمه? كل شيء يبقى. بلازة اوف بنيك بلازة اوف مدرمنو بلازة اوف ذدد. هو يبقى هذا نبني. زين هذا ليش ما نحطيه هني? او واحدة من هال الاماكن هالدهم عندهم حد ميت. لعبة والله يستحقون. اين اكثر ناس يستحقون? يكون هنا. ما الموته والما يدخلهم الميناء. والله يستاهلون. تعبونا وياه. كل جثث عندهم مع انه عندهم تغطية اوه اختفى. نايس. 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 اوه. شكله مكوك. شكله هذا من يوم انت بروحه ومزعج للغاية. سوبر مزعج. هذا يباله مكان. بروحه. بس شو يعطينا هذا. يعطينا كهرباء يعني. اوف 16 الف ميجا واط. نحن عنا الف. نحن عنا الف. يعني انا كنسل الثانين اللي عندي واحطي هذا. هذا يباله يكون هنا في الصناعية وراء. مع احترامي يعني. بيب ناس أصلا. وذن يرغراس بانرجي بروبلم. زي سيدة ارقان وانس فيجن فور بلانت از اوبريشنال. فيجن وانت فكلين انرجي بذاوت فير اوف راديو اكتف فلاوت. اوكي. يعني سبع تالاف. ويدخل لي فلوس. يعني نقص الفلوس اللي علي. يعني تكتف المالي ثمان تالاف. ويوفر علي من الاربعة عشر الف وخمسة تالاف. وشوية قلو ستة تالاف. بس سعره مليون. بس الكهرباء اللي ينتجها انا ما اقدر اصرفها الى سوي ستة عشر ضعف المدينة تقريبا. لان تشوفوا الحين مدينة مالي تستهلك الف ميجا واط. الالف ميجا واط. راح تنزل تماما. وهذا مشروع رائع. رائع 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 جدا 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 الصراحة. المهم على المشروع بيوقف هنا. يتشوفكم في فيديو قادم على خير لانه وقت الحلقة خلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.